السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مؤتمر الأعزاء عواش المروقع الله يدخلوا معكم الصحة والعافية نزولا عند الرغبة لكم وكترة الأسئلة التي طرحتها حول المتحان الإقليمي الموحد للسنة السلسة الابتدائي هذا هو أول المتحان لولدتكم بثافة الأباء لا أعرف كيف تمر القادية خصوصا في هذه الظروف الستنائية الكورونا والتي تبدلوا بثافة المسائل البارح خرجوا الأطور المحينة يعني الأطور المرجعية يعني الدروس اللي غادي يكونوا في الامتحان الموحد الإقليمي السنة السلسة الابتدائي ولكن بقى السؤال كيفاش غاديدوز هذا الامتحان للموحد يعني شن هو التوقيت ديالو شن هو التاريخ ديالو خلاص كنا ندرنا فيديوهات من قبل على هذه المسألة هذه وكنا قلنا بأن تاريخ دي الامتحان الموحد الإقليمي هو هو 22 يونيو 2021 أبقى السؤال هو كيفاش غاديد تمر هذا هذا الامتحان هذا بالنسبة المترشحون الممدرسون يعني شكون هم الممدرسون هما تلامد في السنة السالسة الابتدائي سوف يدوز الامتحان كما قلنا نهار 22 يونيو 2021 هذا الامتحان سوف تكون فيه اللغة العربية والتربية الإسلامية سوف تكون فيه الرياليات واللغة الفرنسية بالنسبة للغة العربية والتربية الإسلامية كنا قلنا لكم بأنه سوف يكون ورقة واحدة فيها اللغة العربية وفيها التربية الإسلامية سوف يبدأ من 8.5 من 8.5 حتى العشرة يعني مدة الامتحان هي ساعة ونص بالزادة الإخوة سوف يبدأ من 8.5 حتى العشرة و سوف يكون المدة ثانيا سوف يتخذ السلاحة السلاحة العشرين دقيقة من بعدها سوف يكون الرياضيات الرياضيات سيكون من العشرة وتولوت حتى الـ 11 وخمسين دقيقة يعني تهوى في ساعة أونس ساعة وثلاثين دقيقة بعد ذلك ستراجعوا للمنازل لكم و ستتحقوا بالمدراسة على الساعة سيكون لديكم الامتحان للغة الفرنسية من ثلاثة للربعة أونس من ثلاثة للربعة أونس إذا سيكون في ساعة أونس لكي نعود لكم ملخص سيكون نهار 22 يولو 2021 كما قلنا سيكون في اللغة العربية والتربية الإسلامية سيكون المدة لها ساعة ونص سيبدأ من الثلاثة للعشرة والمادة التي تتبعها هي الرياليات سيبدأ من الثلاثة وثلاثة لـ 11 وخمسين دقيقة ستراجعوا لديوركم ستراجعوا للمدراسة مع الجو جونس لكي سيكون الامتحان للغة الفرنسية سيكون من ثلاثة للربعة أونس هذا الشيء بالنسبة المترشحون الممدراسون يعني اللي يقرأوا في المدراسة بالنسبة للإخوة للأحرار اللي كانوا يسولوني بالنسبة لكم أنتم سيكون لديكم الامتحان فيه جوج ديال الأيام يعني يوماً يعني يومين يوماً ديال الامتحان اليوم الأول سيكون نهار 22 يونيو 2021 واليوم الثاني سيكون نهار 23 يونيو 2021 سنرى بالنسبة للمترشحون الأحرار من فئة الصغار يعني اللي عندهم أقل من 18 سنة أنتم ما غعد يدوزوا الامتحان الامتحان الموحد في اللغة العربية وفي الرياضيات وفي اللغة الفرنسية بحال الممدراسون يعني بحال العاديين بحال اللي يقرأوا في المدراسة غير غطت زاد عندكم مادة وحدة اللي هي النشاط العلمي في النهار الاول سوف يدد عندكم النشاط العلمي الذي سيكون من الخمسة للخمسة 45 دقيقة سيكون هذا الشيء سهل بلا ما تعمر به رأسك بثاف بالنسبة اليوم الثاني كانت تكلمون عن الأحرار لقل من 18 سنة ستكون لديكم الاجتماعيات و ستكون لديكم الأمازيغية هذا الاختياري هذا الاختياري المهم ستكون لديكم الاجتماعيات يعني الأغلبية ستكون اللغة الامازيغية اختياري والذي عارفها بالنسبة للاجتماعيات ستكون من 18.5 لتسعود و 4 يعني تقريبا 45 دقيقة سنرى بالنسبة المترشع الأحرار الكبار بالنسبة للكبار ستكون لديكم اللغة العربية والتربية الإسلامية ساعة ونص ستكون الرياليات ساعة ونص ستكون اللغة الفرنسية ساعة ونص بالنسبة اليوم الثاني اللي هو نهار 23 يونيو 2021 ستكون عندكم الثقافة والعلم يعني ثقافة عامة وستكون عندكم اللغة الامازيغية هي اختيارية يعني ستكون عندكم الثقافة والعلم بالأساس وبالنسبة اللغة الامازيغية اختياري نتمنى نكون جوبتكم على الأسئلة ولكن ما زال شي استفسار واحد اخر ممكن تواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الكمنتر وسمحونا على هذا الفيديو حاولنا نديروه بواحد شكل مستعجل باش نجوبكم على الأسئلة وإلى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة